في طار إتمامها لسلسلة من المعارض المتخصصة والشاملة الرامية إلى زيادة وطيرة توظيف المواطنين بالقطاع الخاص افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف العام الذي تم إقامته في مركز المنام الاجتماعي بمنطقة الجفير محطة أخرى يتريث بالمكوث عندها معرض متخصص وشامل يحل ضيفا ليومين متتاليين على محافظة العاصمة ليطرح متنوع الشواغري في مجال التوظيف والتدريب بالقطاع الأهلي اليوم احنا أمامنا تحدي أن تبقى أسواق العمل مولدة للوظائف اللائقة والمناسبة للمواطنين وأن نقلل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتدريب هذا النوع من المعارض حيوي جدا بالنسبة إلى تلبية رغبات الأفراد وجعل أصحاب العمل يلتقوا مباشرة مع متقدمي أو الباحثين عن الوظائف ونقيس النتائج واستمرار تحسن النتائج ألف فرصة عمل يأتي توفيرها مناصفة بين بنك الوظائف التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبين أكثر من خمس وعشرين مؤسسة خاصة تقدم شواغرها الوظيفية في مختلف القطاعات المهنية تناسب احتياجاتها لتلبي طموحات كفاءات وكوادر وطنية وبأجور مناسبة الوظائف المعروضة والتي تقريبا أكثر من ألف وظيفة ثلاثمائة وعشرين من المؤسسات المشاركة اللي هي خمس وعشرين مؤسسة وسبعمائة وظيفة من بنك الوظائف تم اختيارها بعناية بحيث أن الرواتب مالها ما تقل عن ثلاثمائة دينة ومفتوح سق مالها والباحثين عن عمل يعني قاعدين يتنقلون ويسجلون برغبة أن يحصلون على هذا الوظائف لما كانت المعارض ناجحة لما أعاد وكرتها يعني وتقيبا المعارض الحمد لله واجزين والتنظيم ماله واجد حلو نحن نشيد بمثل هذه المعارض وهذه تخدم ليس فقط أصحاب الأعمال بينما حتى الباحثين عن العمل والعاطلين يعني هناك تكون في خلق فرص يكون تواصل بصورة مباشرة رؤية خاصة وقراءة أخرى تمعن في جدوى مثل هذه المعارض على الإطار العملي والعلمي لشخصية الباحث عن وظيفة المستقبل قدمت كذا مرة فممكن في السيرة الذاتية في صر تغييرات مثلا النوع الطلاب في التوظيف يعني صر عندي مثلا خلفية عن التوظيف بطريقة معينة وأعدل في السيرة الذاتية وممكن أنا شأسوي أروح أطور نفسي في معاهد التدريب أخذ شهادات إضافية عشان أضيف للسيرة الذاتية عشان أقدر أشوف شنو المطلوب في سوق العمل في القطاع الخاص متابعة عن كثب بعين السلطة التشريعية التي تقيم بحياد النهج الذي تتبعه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم معارض وظيفية تزيد من حجم فرص العمل أمام كل طامح باغتناصها واللي شفتها صراحة أمر جدا مشرف المرتبات الموجودة جدا منتازة وتعتبر المرتبات يعني السد الحاجة وتكون هي تغريبها في مستوى المرتبات القطاع العام اللي هو القطاع الحكومي إضافة إلى حتى المسميات الموجودة المسميات جدا ممتازة تفاجأت أن هناك وظائف الآن معروضة في هذه المعرض ألف وألفين دينار وهذه طبعا شيء جدا طيب فيها الرواتب المتوسطة والملتفعة تتجاوز الأربعمائة دينار إلى الألب دينار طبعا كمرحلة أولى في تشمل الوظائف كافة التخصصات والمواهلات لا شك أن وزارة العمل تعاون معنا في محافظة العام تعاون كبير في خلق الوظائف وتدريب الشباب بحيث أن يدخل سوق العمل ويحصل على الوظيفة المناسبة معرض التوظيف العامي هذا يأتي في إطار سلسلة المعارض الهادفة إلى زيادة وتيرة توظيف المواطنين بالقطاع الخاص تلفزيون البحرين محمد رشدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا